أهلا بكم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تستضيف مدينة الرياض مؤتمر اللغة العربية في المنظمات الدولية والذي ينظمه مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في النصف الأول من عام 2022 للميلاد ورفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمنا مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بهذه المناسبة الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله على جهودهم المخلصة في دعم اللغة العربية وخدمتها وتعزيز حضورها الثقافي وتفاعلهم الحضاري دوليا يتزامن الإعلان عن الرعاية الملكية الكريمة للمؤتمر مع اليوم العالمي للغة العربية الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام كما يأتي توأما ووثيقا مع اهتمام المملكة بتطوير قطاع الثقافة والفنون ضمن رؤية السعودية عشرين ثلاثين ترجمة نانسي قنقر